سؤال بيسأل نعمل ايه في ليلة القدر عشان نقدر نحصل ليلة القدر ليلة القدر في الحقيقة هي عطية من الله سبحانه وتعالى عطية من الله سبحانه وتعالى لكرمه سبحانه وتعالى ولإكرام أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن هذا الكنز اللي هو ليلة القدر يتفتح على وجه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الناس قبلنا صاموا والناس قبلنا كمان عبدوا الله لكن خبأ الله ليلة القدر كرامة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وزيك في ليلة الأدر عندنا شوية أعمال لازم نعملها أول حاجة لازم نتعود على مسألة الدعاء بس كمان الدعاء لازم يربينا لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للسيدة عائشة إنها إذا صادفت ليلة القدر تقول اللهم إنك عفو وفي رواية كريم تحب العفو فعفو عنه فهو كان قاصة صلى الله عليه وسلم إن احنا نتخلق بهذه الأخلاق الواردة في هذا الدعاء يبقى أول حاجة ندعو الله سبحانه وتعالى كثيرا وخاصة بهذا الدعاء اللي احنا ذكرنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنه الأمر الثاني إن احنا نبدأ نفتح على أنفسنا أبواب الوصل الدائم مع الله سبحانه وتعالى بالتخلق يعني إيه نعفو عن الناس لأن معنا إحنا لسه في آية النهاردة وإحنا بنقرأ في آية سورة الرحمن هل جزاو الإحسان إلا الإحسان إذا كنت تطلب عفو الله فعفو عن الناس يبقى عندنا أمر تاني جدا جدا مهم في ليلة القدر إن احنا نسامح الناس لأن الشخص كل ما قلبه كان مهيأ للعفو عن الناس كان قلبه كان الله سبحانه كان ده دليل على أنه من الذين فازوا بليلة القدر ليه؟ عشان الآية النهاردة هل جزاو الإحسان إلا الإحسان؟ فإنت إذا كنت عايز تعرف أن أنت من أهل العفو ولا لا فخليك أنت كمان من أهل العفو وخلينا نذكر كمان أعمال كثيرة